سيرة اللون مع مصطفى كمال لصطب بسم اللون نحيكم حين ينفجر الفن في الإنسان طموحاً وأحاسيس يتوجه الشخص كالمجنون موهبة وعطاء إلى باقي الفنون ومجالات الإبداع الأخرى قد يرسم ويشكل وينحت ولكن القليل فقط من يتجه لنظم الشعر رحلة عبر الفنون طريقها فلسفي وغايتها البحث في مكنونات الذات فنان تشكيلي يبدو أكبر من عمره عطاء وطموحاً حاضر أينما تولي وجهك وحيثما أصغيت ضيفنا اليوم في برنامج سيرة اللون الفنان محمد الرشيش المسيرة ولد عام 1985 بخميس مليانة في رسيده إرادة قوية درس بها الميكانيك وقانون الأعمال واللغات العصبية والخزف والغرافيك وأخرى لم يكتفي بالفن وخاض تجربة نظم الشعر أنجب الديوان سأروي لكم قصة 26 معرضاً جماعياً وفردياً ومسيرة في الفن التجريدي لا تزال تنبئ بالكثير محمد الرشيش الفنان التشكيلي أهلاً وسهلاً بك في برنامج سيرة اللون أهلاً وسهلاً السلام عليكم شكراً على هذه الضيافة السلام على الجميع وكل مستمعين فنان تشكيلي وأشعر من مدينة خمس مليانة فنان وأشعر لما الجمع بين فنين وكيف جاء هذا الجمع هي في الحقيقة ربما كانت صدفة أو أقول هي مؤخراً اجتمع الاثنان أو هذه المهارتين من قبل مؤخراً يعني ماذا تقصد نحن في عام 2017 مؤخراً يعني في 2017 بدأت تنظيم الشعر محاولات في الشعر كتاباتي كانت في صيف 2016 يعني من قبل كنت أحاول لكن لم أصل إلى المبتغة تاريخ المحاولات يعود إلى متى؟ ربما منذ الصغر ولكن شفت الطريقة هذه يعني ما نجحش فيها يعني ربما لمستوى في اللغة أو ربما عدم قراءة الكتب كثيراً فكنت فقط أرتاح في مجال الرسم عادة من يرسم يبقى يرسم برك يعني ما يتجهش نحو كتابة الشعر والشعراء لا يرسمون في الأغلبية إن تجمعت ما بين هذا وما في زوج كيف حتى ما هي النقطة أو العمل المشترك ليربط ما بين الشعر والرسم في رأيك أنت؟ من وجهة نظرك الخاصة أنت كفنان وكشاعر أيضاً هي في حقيقة إنسان يجب عليه أن يشتهد يجب عليه أن يجرب لأن هناك في شخصية الإنسان عدة مهارات أحياناً لا نكتشفها أو أحياناً أخرى يكتشفها وناس آخرون في مكاننا يعني هناك علاقة ما بين الفن فن الرسم والشعر كذلك تكمن هذه كيف ترى أنت من وجهة نظرك الخاصة؟ يعني هي طريقة التعبير لكل مهارة لها خصوصياتها يعني إذا لم تستطع أن تكتب فهناك طريقة أخرى أو مهارة أخرى لهي الرسم يعني كل الفن يكمل الفن الآخر صحيح مرات أو مرات عديدة لا نستطيع يعني التعبير عن شخصيتنا أو التعبير عن مبي داخلنا من خلال الكتابة يعني كتابة الشعر فنجد ذلك في الرسم لأن المكنونات الداخلية في رأيي تخرج عن طريق الرسم في رأيي أكثر من الشعر لأن هناك طاقة هناك جمع هائل من الطاقة جمع هائل من الأفكار من المشاعر تخرج عن طريق الألوان والخطوط في الفقرة التالية سنتحدث على الشعر والرسم أيهما يكمل آخر انتهي بديت كعصامي من وقتها شو بديت تمارس الرسم؟ يعني منذ دخول المدرسة هنا نقطة مهمة يعني ما كنتش ترسم لما كنت في البيت قبل ما تدخل المدرسة؟ يعني في ذاك الوقت ما كناش يعني عادة الأطفال يرسمون في الجدران تاعة البيت يرسمون حتى في الشارع على الأرض صحيح وربما أنت بديت قبل أو مجرد مجرد دخول المدرسة يعني مجرد وجود الوسائل الرسم فما بديت أن نرتاح أكثر وأكثر بعدين يعني لقيت بعض يعني لما كنت طفل صغير يلقى يعني مساعدات يجب لك أوراق وألوان بقيت أن الوقت الفراغ تاعي كامل نأخذه في الرسم وإعادة التلوين وكذا وبعدين يعني بيمرون الوقت يعني هذا وإنش كان في رأسينا يعني أرتاح في الرسم أنت موهوب ولد فنان وشن هي الحاجة لشجعتك أكثر المعلم في المدرسة تلاميذ إعجابهم برسمتها كالعائلة والوالدين ربما والله ربما العكس تماما ربما هو التحدي يعني بعض الأشخاص يقولوا صحيح أنه تجد الأصدقاء في المدرسة يقولك أنت فنان وستصبح فنان بإذن الله لكن هذا لا يعني لا يزيد مني أكثر مما ألتقي بعض الناس اللي يقولوا أنه يعني وش رأك الدين ماكش راح توصال ولا يعني الرسم ماش راح يوكلك يعني هذا الرسائل السلبية يعني هي اللي تجعلني أتحدى يعني انتايا نقدر نقول عليك أنه فنان أرسويابس يعني بالعامية يعني تقدر ديوه توصف نفسك في العديد من اللقاءات الصحفية أو حتى في المطويات المنشورة حول سيرة الفنان محمد الرشيش بأنك إنسان طموح وشنين حاجة لك تحوص عليها؟ طموح في عدة مجالات عماذا تبحث؟ والله لو نرجع للماضي هناك مراحل راني جستها الحمد لله هي كان من أصعب المراحل من بينها أنه إذا حبيت نولي فنان لازم نرسم وإذا حبيت نرسم لازم نرسم شيء مميز عن الآخر يعني تضع بصمتك في لوحاتك يعني لما يشوفوا لوحة يقولوا الفنان هذا هو الشخص يعني مثال هذا العرش محمد لوحة حتى ما ينكوش أمام لوحة يعني لوحاته ما يتحدث عنك هذا الشيء شيء وأما شيء آخر اللي لازم أي ثنان يعني كان لازم لي ندير معارضة فردية وهذا مش بالسهل يعني لازم تعمل عليها وديت وقت يعني كثير وحمد الله حققت يعني كان عندي طموح باش نكون فنان معروف وطنيين وعالمين أظهر على جلائد على صفحات المجلات أو على التلفزيون أو كذلك على الإذاعات محمد الله هذا مراحل تخطيتهم يعني طموحي وبعيد كثيرا يعني طموحي في الأفق فنان تشكيلي متدول في وسائل الإعلام في رأيك كيف يخدم هذا توجهك الفني أو ممارستك الفنية أو هو تشجيعا لي وكذلك يخليني يعني لما نشوف باللي كان بزاف النسرة يتبع فيها عبر الفيسبوك أو عبر الإنترنت أو عبر التلفزيون أو حتى الراديو والجرائد هذا الشي خليني نزيد نعمل أكثر وأكثر يعني هذا هي محطة أنا نعتبرها محطة محطة لشحث الطاقة يعني باش نزيد نتقدم إلى الأمام لأنه كما قلت لك الساعة الأفق لما تصل الأفق ما نوصلوش له هذا هو الأهدافي وطموحي راه بعيدا إراه في الأفق يعني لكل مرة نجتاز مرحلة راح نصيب مرحلة كبيرة راي تسنا فيها هذا الشي يخليني نعمل أنت ليس لديك هدف ثابت تسعى إليه أنت الهدف في حذاته هي المسيرة يعني اللي لك تشوق فيها نعم هي مسيرة الهدف راه بعيد جدا يعني وأنا أضع أهدافي عبارة عن مشاريع نعم ما نخليهش كعناوين كأحلام تذكر أو أو تحكى أو ترى من الإفتراضي إلى الواقع إلى الواقع تجسد كمشروع ويعني كما نقول نفرض هذا على نفسي نجد نفسي باش نعمل عليه يعني إذا ما وصلت له هدف هذاك يعني وصلت طريقة طويل يعني إذا ما خسرت يعني إذا مربحت ما خسرت نعم يعني بالجرد أنك مشيت يعني في الإفتراضي نعم هي نتيجة أولية نعم ربما هواية الرسم ولدت معك ثم السقلات وتنظمت أحسن يعني في المدرسة لكن متى بديت تشوف روحك على أنك فنان تشكيلي تمارس الفن خارج كل شيء يعني خارج المدرسة خارج اهتمامات أخرى والله هو سؤال صعب وكذلك حتى التطبيقه صعب لما يعني لما ضعت نفسي في هذا المكان موش سهل يعني موش أي إنسان أو فنان يحط رحو في هذا المكان لأنه طريقة ممنوئة بالحفر ممنوئة بالأشواك يعني موش سهل ما هي الحفر والأشواك التي تكون في طريق الفنان التشكيلي في الجزائر؟ هناك علاقية كثيرة مثلا؟ مثلا مؤخرا أو يعني ما نقوله إحنا لما فناني حبي يدير معرض يجد وحده نفسه يعني يعمل كل شيء يعني من المفروض أنه الفنان له فريق عمل يعني إذا حبي يدير معرض فردي أو إذا حبي يدير يعني حبي يوصل يعني لازم مستحيل أنه وحده يعمل كل شيء أنت تلقيت هذه الصعوبات؟ هذا تلقيته يعني شخصيا شخصيا يعني ما كاش مساعدات ما كاش بالرغم من ذلك في عشر سنوات عندك ستة وعشرين معرض ولازالت تحذر لمعارض جديدة ألا ترى أن هناك تناقض الآن الآن تقول أنه فيهم صعوبات ولكن في نفس الوقت ستة وعشرين معرض في عشر سنوات معانتها على الأقل معرضين في السنة الواحدة والله إذا في حقيقة هذا يحصل السيرة انتعك الآن موجودة أمامي ويسمع الكلام انتعك غير متطابق يعني صحيح أنه المجهود مضاعف جدا نعم إذا حب إنسان يوصل صحيح أن ربما أنا يعني ما سوطيتش المراحل يعني اختصرت المراحل كان إذا عمل ينازم ندير فيه شهر أنا لازم ندير فيها أسبوع نعم لأن على طلب اللي كان أشياء رايجية ولازمني نوصل بدون يعني بإتقان يعني نعمل بإتقان مش ما نقول إحنا بالعشوائية يعني الوصول يعني المهم أن نوصل كل يعني كل معرض كان فيه تحدي يعني كل لوحة فيها تحدي كل حياتنا كل أتحدي يعني وكفنان يعني ما مستحيل أنه صرته صرته في بلادنا يعني يعني نحكو بلغة صراحة ما تلقاش تشجيعات لا من المسؤولين ولا من المحيط للعائلة ولا ما يعني صحيح حبما في العائلة يقولك ما تاكوش منه خبز صحيح أنه فنان ما يكوش خبز منه من لوحاتها ولكن بالرغم من ذلك 100 لوحات ولكن بالرغم من ذلك 100 لوحات الحمد لله على كل حالنا هذه مؤخرانة بعت يعني خمس لوحات وكان طلبات كثيرة ربما لأنه بعض الأشخاص طلبات كثيرة يعني هم اللي يحدوا المواضيع ولا طلبات كثيرة على لوحات الأصلاً اللي رهي معروضة طلبات كثيرة على اللوحات اللي كانت عريضة وكان بزاف أشخاص حبوا يشريه وربما لم يحالفهم الحظ مشكلة أموال أو لا أظلم مشكلة أموال يعني لفهم أنه اللوحات غالية السعر واللهي لم أضع مبلغ خيالي أو مبلغ ضخم لللوحة أنا كنت درت مجهود شخصي يعني درت يعني رعيت رعيت الظروف والمنطقة اللي عرضت فيها يعني اللوحات لم تفق 10 مليون سنتيم كان ما بين 2 مليون ونص يعني 25 أف دينار إلى 80 أف دينار جزائري من يحدد هذه الأسعار؟ نحن كأشخاص نحدد هذه الأسعار على أي أساس؟ ما هي العوامل التي تحدد سعر لوحة للفنان التشكيلي محمد الراشيش؟ مرات ربما الأشخاص هم اللي يحددوا اللوحة يعني إعجابتها اللوحة رح يكون أنت لما تضع السعر لهذه اللوحة بالذات دون غيرها وشنو الحاجة اللي تخليك تشوف؟ أما الجهد انتعك اللي قمت به؟ أو أسمك مثلا في السوق الفنية؟ أو الوقت اللي خذاته؟ أو قربها ممكن من اللوحة من قلبك؟ ما هي العهد الأبرز؟ نعم هذا كلهم يعني الحجم اللوحة ثانيا يعني باش مخدوم اللوحة الإمكانيات والوسائل اللي يخدمنا بها اللي صرفها الفنان على هذه اللوحة ثالثا يعني قيمة اللوحة من ناحية من ناحية الجماليات من ناحية الجمالية ربما كيفاش يحكم عليها الجمهور وكيفاش يحكم عليها الفنان التشكيلي ما هيش بنفس الدرجة كين لوحات يحبها الفنان التشكيلي وأحيانا يحتفظ بيها ومي بيحاش والناس ما لا تثير أي إحساس فيها انت تشوف اهتمام الناس بها هو اللي يحدد والأنتايا شخصيا أنا شخصيا محدد اللوحة هو راعي ظروفتها على الأشخاص ما نشوفش غيرا من جانب الشخصي ولكن أنا كنت قلت يعني الناس اللي يجوا عندي المعرض سعر اللوحة سيرتفع يعني لأنه الفنان يعني اسم تها الفنان لما يزيد في يعني أحيانا ماش اللوحة اللي هي يتحدد اسم الفنان هو اللي يخلي اللوحة ترتفع في السعر اللوحات تعم محمد الأرشيش راح يرتفع السعر هو انت حي ولا بعد ما تموت ان شاء الله يكون حي أكيد لما نموت ترتفع في السيرة تاعك أيضا انت علمية تكوين مهندس في الميكانيك نعم عادة اللي يتجه نحو العلوم أكثر من الأداب والفنون لا يرسمون أنت مهندس في الميكانيك واتجهت بقوة نحو الرسم وثم فئة نحو الشعر علمي شاعر وفنين تشكيلي هذا المزج ما بين ثلاث تخصصات نقدر نقول انها متناقضة أو مكملة لبعضها البعض لا مقولش متناقضة ولكن إذا مكملة لبعضها البعض هل نرى أي رابط ما بين الميكانيك والشعر؟ الرسم ربما يمزج ما بين التنفيذوج لكن الميكانيك والشعر التصميم لأنه في الميكانيك موجود تصميم وموجود الفن يعني أحيانا نصنع دي بي اس ونخدمه بالفني يعني بالكمبيوتر نفس البرنامج نخدمه بها يعني في تصميم الفنية هل نجد أي تأثير من الميكانيك في لوحة الفنية نتاعك؟ أو ربما أي لمسة فنية من الرسم تأثر في علم الميكانيك؟ والله كل يعني كل نقطة تدخل أو كل كل شيء يأثر على الإنسان يعني أثر يبقى في داخله التأثير يعني الميكانيك على الفنون أو العكس أو أي شيء أي شيء يواجهه الفنان هو رح يأثر له على حياته على كل شيء لأنه هذا الشيء أنا أنا مؤخرا لما وضعت عنوان عنوان يعني المعرض المعرض الأخير يعني درت بصمة الدماغ أنا حكيت في هذا الأمر ربما عودوا نرجعوا له بالتدقيق يعني نزيدوا نحكيه فيه يعني أي شيء يعني كما نقول إحنا أي حادثة تصرى للفنان رح ربما تغير له تغير له سلوك وتغير له كل شيء قبل ما ننتقل إلى الفن الثاني اللي هو شعر أي تقنيات تفضل أكثر في أثناء الرسم أثناء ممارسة الفن التشكيلي لأنه نعرف أنك ترسم بالألوان الزيتية والألوان المائية وحتى الأكريليك لكن التقنية الأقرب ربما إليك أو التي تفضل الأكريليك يعني الأكريليك تساعدني في التعبير أكثر لأنه تستطيع التكنيك تنشف بالخف وتخليني أن نكمل اللوحة يعني الفكرة ما نتروح ليش هذا هو الشيء اللي يساعدني أكثر أما الألوان الزيتية نخليها في الأخير يعني وهي رح تطول لكي تنشف إسماء الأكريليك هي السيراب حسب النقاد والمهتمين في عالم الفن التشكيلي يقولوا أنه اللوحة بالأكريليك عمر تحى خمسين سنة ثم تبدأ في التلف أنت تبحث عن الإسم كوجوده في عالم الفن التشكيلي في الجزائر تبحث أيضا على أنه ربما لوحة تكون خالدة لأطول مدة ممكنة خمس في ذلك أنت الأكريليك يعتبر وجبات سريعة في الفن التشكيلي اللوحة تنشف بالخف كما قلت وتتبع بالخف وشكلها يكون مليح وتتلف أيضا بالخف وما تعيش بزاف على عكس الألوان الزيتية ربما هل تسعى نحو الخلود الفني؟ أكيد هذا شيء يعني ما نقولش أي فنان ولكن على حساب ونحكي على نفسي أنا شخصيا أنا أحب لوحة تعي تقعد إلى عهود وعهود يعني المذبية نخلي البصمة تعي المذبية لوحة تبقى قرن أو قرنين أو أكثر ولكن موجود مواد ولكن غالية جدا أو ربما أحيانا ما نوجدهاش يعني ما نلقاهاش يعني ماش موجودة لهي تخلي اللوحة يعني تحافظ على اللوحة يعني على الألوان بمدة أطول هل أنت سريع الإنتاج يعني تنتج عدة لوحات في العام الواحد كم ترسم اللوحة؟ متى ترسم؟ في الوقت خلال النهار أو حتى ربما يعني في الأسبوع يعني أعطينا هل ترسم في نهاية الأسبوع هل ترسم في الليل في الصباح؟ وكم من إنتاج للوحة فرنية خلال العام؟ حوالي عشر اللوحات في السنة أحيانا تنقص أحيانا تزيد هذا على حسب يعني على حسب الجهد الفكري نعم صحي يعني لو جدت راحتي فيك عندي أنه ما عنديش أنا ورشة مرات نحب نرسمه لكن وسائل غير متاحة أما الوقت اللي ساعدني أكثر هو الوقت اللي ليست لديك ورشة أين ترسم؟ في البيت وإنه ماش في البيت في الغرفة يعني وإنه مكان النوم يعني مكان نوم وبالرغم من ذلك عشر لوحات في السنة لهذا قلت 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 لك في من قبل يعني كل لوحة هي تحدي تخيل أنه في غرفة أربعة أمطار على أربعة أمطار يعني مملوئة باللوازم يعني وتزيد على هذا يعني تنقص المساحة اللي كحب ترسم فيها وتزيد على هذا ترسم لوحة كبيرة أكثر من متر مربع يعني وطريقة الرسم راح ما تساعدش يعني أنا طريقتي في الرسم هي يليق أنا نحتاج مساحة أكبر يعني مساحة أكبر لا تشترط أنها تكون في الداخل أو في الخارج لا يهم لو كان فقط أنا نحب نكون وحدي نحب الصمت الكارم يعني هو اللي يخليني باش ما يحبش حضور الناس يأثر على اللوحة أو يلغيك أصلا أنك ترسم؟ ما ترسمش في حضور الناس؟ هذا إذا كان موضوع يعني كنت حضرت نفسي باش نرسم أمام الجمهور هذا لا يعني ما يمنعش لا يؤثر علي يعني يعني محضر نفسي باش نختم وسط الجمهور وهذا عادي خلينا نلخص لك الكلام التي عدة مشاكل تعيق تنظيم المعارض في الجزائر غلاء المواد الأولية والحواء من الرسم والألوان ليست لديك ورشة ترسم عادة أن ما تكون وحدك وربما في البيت ما تكونش وحدك كلها مشاكل لكن مع ذلك ترسم على شرك ترسم يعني كما قلت لك تحدي يعني تحدي ذات أم تحدي للناس؟ تحدي ذات أنا ما يهمني الناس تحدي للذات هل أفهم أنه فيه شخصيتين يعيشوا في محمد لارشيش محمد لارشيش الإنسان العادي ومحمد لارشيش الإنسان الفنان الذي يحاول أن يثبت نفسه؟ صح هذا يظهر في عديد من اللوحات عندما تحلل البعض اللوحات ربما أنت شاهدت لوحات هناك بعض الشخصيت التي يظهر في اللوحة بعض الأشخاص يحللها كفنان أو هذه الشخصية تعود للفنان أو هذه الشخصية تعود لطفل موجود بداخل الفنان أو ربما بعض الأشخاص يحللها كملاحظ هذه الشخصية كملاحظ يعني ملاحظ حيادي يعني كل واحد كيف يشوف إنسان عادي وإنسان فنان في جسد واحد هل هذا انفصام فني أم نفسي؟ يعني والله سؤال صعب هذا يحتاجه هنا إلى محلل أنت كيف ترى من وجهة نظرك الخاصة؟ ليس أي انفصام ولكن أربما شخصية جديدة مستمعين الكرام ابقوا معنا نلقاكم في الفقرة الثانية من هذا العدد مستمعين الكرام أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج سيرة اللون في هذه الفقرة الفن والمجتمع وضيفنا الفنان التشكيلي محمد لارشيش محمد عادة العصاميون لما يرسمون يكونوا واقعيي الأسلوب على الأكثر انطباعيين لكن عصامي يكون فنان تجريدي هذا قليل جدا لأنه التجريدي هو مستوى راقي جدا في الفن التشكيلي يتجه إليه ليتخرجوا عادة من المدارس العلية للفنان الجميلة وبعد سنوات من العطاء أيضا عصامي إلى تجريدي كيف؟ والله في حقيقة هو اختيار ربما من غير قصد من غير قصد وجدت نفسي في التجريدي يعني انتقادوني بعض الأشخاص قالوا قالوا أني يعني صوتيت عدت مراحل يعني حرقت مراحل لأنه عدتنا الواقعي بقلم الرصاص ثم بالألوان ثم الواقعي ثم تعبيري ثم الانضباعي ويتجهون نحو التجريدي كآخر مرحلة لكن أنا جاوبت على هذا السؤال من قبل وقلت لك أنه بعض المراحل اختصرتها اختصرت الزمن هنا الإجابة لماذا اختصرت هذه المراحل؟ لا تعبر عن ذاتك صحيح كنت أفرأ في نفسك أنه في يوم الأيام ستتجه نحو التجريدي وهو الأريح تجهت إليه مباشرة صحيح هو البحث عن الذات بحث عن الشخصية يعني لما وجدت نفسي وجدت ذاتك التي تبحث عنها في التجريدي؟ مش تماما ولكن هي الطريق يعني لا توقع أنك ستغير الأسلوب تاك في يوم الأيام الله أعلم ممكن ولكن في التجريدي نبقى في التجريدي ربما أنا ثاني جاوبت على هذا السؤال ونعود نرجع على النقطة هذه لأنه ربما هناك تأثير خارجي يأثر على الفنان ويخليه ربما يغير طريقة الطريق تماما نعم ربما ما تعرفش الأمور را هي تمشي أنا كان يعني مدخل المدخل في التجريدي أنا وقلت هذا هو الهذا هو الهذا هذه الطريقة اللي أستطيع أن أعبر عليها بنفسي أن أثبت شخصيتي أن أصل إلى ما أريده كان كنت نحب أن ندخل في المنممات كنت حب أن نكون خطات ولكن الوراشات ما كانش موجودة لأنه فمثلا تعلم الخط العربي يحتاج إلى لوازم يحتاج إلى وراشات يحتاج إلى تكوين خاص يعني مش تكتبه وفقط نعم يعني أنا كنت نشوف باللي هذا راح يأخذ مني وقت كثير باش نوصل أنا اختصرت المرحلة وجدت هناك مدخل مدخل في التعبير أكثر وأكثر وجدتها في الفن التجريدي ويعني كنت قلت لك انتقيت من عدة أشخاص منهم فنانين منهم أساتذة ولكن أنا قلت يجب أن أثبت هذا الشيء لأنه مش يعني لازم لي نطور هذا العمل أكثرت من العمل وليساعدني أكثر وأكثر هما المعارض يعني لما كنت نشارك في المعارض الجماعية كنت نتقي فنانين أساتذة بالفنون الشكلية والحمد لله كانوا لما يشوفوا العمل التاعي كانوا يقولوا أنه درست بمدرسة فنون الجميلة وبعضهم حتى كذلك أنت لن تدرس في المدرسة الفنون الجميلة لكن هل درست يعني في ربما جمعيات مدارس خاصة تكوين ذاتي من الخلال الكتب أم مجرد ممارسة هكذا وفقط تكوين ذاتي يعني تكوين ذاتي وإطلاع معلومة متاحة طبعا خليني فقط نوضح صورة للناس أنه عندك عدة تكوينات في عدة مجالات الخزف والسيراميك إدارة الأعمال الميكانيك هناك أيضا الليسانيات عدة تخصصات في الرسم عن طريق الإعلام الآلي حتى الشعر أيضا هل الأفهم أنه تمارس عدة أشياء تبحث عن ذاتك في يوم الأيام قد تجد المصار وتخرج نهائيا من الفنان التشكيلي لا أبدا بإذن الله لن يموت الفنان التشكيلي محمد الرشيش مدام محمد الرشيش الشخص على قيد الحياة بإذن الله إن شاء الله ولكن بالرغم من ذلك تكتب الشعر شكل يكمل الأخر الرسم يكمل الشعر أم الشعر يكمل الرسم الشعر يكمل الرسم ما هو الشيء الناقص في الرسم الآن والذي لم يجب على كل استفساراتك وحاجاتك والله يا صاحب والله يا سؤال صاحب مزيلي مش في امتحان والله ربما أحيانا أعطينا رأيك فقط ربما أحيانا بعض المواضيع ربما تلك المواضيع لا ترسم يجب على الإنسان أن يحكيها أو ربما يحكيها عن طريق قصة أو عن طريق رواية أحكيهم على حاجة ما تقدش ترسمها في الشعر تكون أحسن مثلا أنا في كتابي درت عدة مواضيع هناك خمسة عشر قصيدة في الشعر حر هناك مواضيع يعني حكيت على شخصيتي دعم هناك مواضيع أني أنا يعني كانت عبارة عن سيناريو تحكي على أشخاص آخرين يعني كنت أنا وضعت نفسي في مواقف يعني أو حكايات أخرى جسدتها عن طريق الكتابة لأنه عادة الأحاسيس يمكن التعبير عنها بالخط واللون في رأيك أنت هل يمكن التعبير عن العلاقات الإنسانية باللون أم بالشعر هنا المشكلة في القارع أو في الشخص مرات الألوان الألوان هي أصعب بشيء يحلل الألوان أو الخطوط أما في الجانب الشعر هي أسهل أو أسهل أسهل من الألوان يعني أسهل من الفن لهذا نلتج أو ألتج إلى إلى التعبير عن طريق عن طريق الشعر أما طريقة الألوان هي كما قلت أنفا هو مستوى عالي جدا يعني لهذا تنقص متابعيه أو الجمهور ينقص لأنه مستوى عالي جدا من الفهم يعني تدخل في فلسفة تحكي في الجانب البسيكولوجي يعني هو أصعب شيء التجريدي أما الشعر يقدر أي شخص يقرأه ويفهمه على حسب مستوى الأكاديمي أو مستوى الاجتماعي تمارس فنين الفن التشكيلي والشعر وشك حاب تقول للناس من خلال هذا الفنين أولا من خلال الفن التشكيلي وشنه هي الرسالة اللي حاب توجهها للجمهور يعني لماذا ترسم للناس ترسم لنفسك لأنه في حاجة نفسية لكن لماذا ترسم وتعرض للناس هو يعني كلها يعني كلها كما نقول إحنا يا شخصيا يعني أنا أرسم لنفسي حقيقة ولما أعرض أعرض لنفسي وللناس أيضا وللناس أيضا لماذا الناس ماذا تريد أن تقول لها هي رسالة هي رسالة يعني تجمع العديد أو تجمع بداخلها الكثير النقطة الأولى أنا أستفيد من الناس أستمتع بتحليل لوحاتهم من خلال الجمهور أكتشف الجمهور أكتشف المستوى المستوى الذي يدور أو يعني ما يدور بذهن الجمهور لأنه ممكن أنا أغير أغير بعض الطريقتي أو أغير مفهومي أو أغير يعني أضيف في رسالتي يعني ترسم لنفسك تعرض لنفسك وتستغل انتقادات الناس لنفسك يعني كلها في نهاية ما تفتأت يعني هو تكوين شخصي هذا هو التكوين شخصي ليس هناك أي هدف أنك تعرض للناس من أجل الناس وفقط؟ أنا أعلم باللي أنا أعلم أنه هناك أنا من خلال المعارث أنا أرسل بعض الرسائل أو ما هي هذه الرسائل؟ كلها رسائل إيجابية أنا لما يجوني جمهور كل واحد وطريقة وكل واحد مستوى أعطينا رسالة أو رسالتين من هذه الرسائل الإيجابية التي تصفها بالإيجابية من خلال ممارستك للفن التشكيلي تكتشف بعض الأشخاص عندهم مشاكل في الجانب العلمي أو في الجانب بعض الأشخاص يقول لك أنا نكتبه ما عرفش كيفش ندير أنا رح نساعد أنا بعض الأشخاص نساعد الأولياء لأنه بعض الأولياء يجي يقول لك أنا والدي يرسم وما تحبوش يكون رصام أو كذا هذه رسالة ثانية نخلي يعني من رسالتي نخلي الناس ونوجههم ونقول لهم بلي هذا الرسم مش لوحة فقط أو لون أو تجارة يعني إذا عندك إذا حبيت أنت ترسم يعني ما يهم أنك ترسم ترسم مليح ولا لا لا حان الآن وقت أدان صلاة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة وما جورها من مدن ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته لأن الرسم هو عبارة عن تداوي علاج نفسي يعني أنا نخلي الناس أو نشجع الناس سواء كانوا كبار أو صغار هم أو أولادهم يعني أولياء أو أبناءهم نقولهم خلوا أولادكم يرسموا حتى احتفظ بالرسومات إذا حبيت تعرف شخصية ابنك احتفظ بالرسومات وديهم إلى محلل نفساني تخصص تحليل رسومات أطفال يعني تكتشف بعض الأشياء اللي ما يقولهاش ابنك رح تكتشفها في الرسومات تعوي يعني عالج نفسك من خلال ألوان حتى وإذا ما رسمش أراك جي هنا يا يعني خلي نفسك تروح بعيد افتح مواضيع يعني رسالتي الأخرى هي بين الأشخاص يعني طور 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 مهارتك في التواصل مع الأشخاص في التواصل يعني بسفة عامة مع الأشخاص وتعتقد أنه تطوير العلاقات ما بين الناس والمهارات في التعامل والتواصل ما بين الناس تكون بالفن التشكيلي اللي هو عادة فن نخبة وقليل فقط من جمهور الفن التشكيلي في الجزائر صحيح هناك هناك نسبة قليلة وكما قلت نخبة ولكن احنا نحاول احنا مسؤوليتنا كفنانين يعني نبعث رسائل الإيجابية من خلال رسومتنا أو من خلال ألوان أو من خلال لوحات من خلال تواصلنا مع الناس مع الزوار اللي يجو يشوفوا اللوحات يعني نفتحوا معهم مواضيع كثيرة يعني نتواصلوا معهم يعني نورونهم يعني نشجعهم نعطوهم طاقة إيجابية عدد من الزوار يأتون إلى المعارض وتكون تأويلات تحهم مختلفة بين واحد وواحد من خلال لما يشوفوا اللوحة الواحدة ولكن تأويلات عديدة صحيح الآن المستمعين يسمعوا فيك أنت ترسم تساؤلات فلسفية في اللوحات نتعك أعطينا تأويلات نتعك للوحة أو لوحتين أو ربما لمجموعة من اللوحات أو لمعرض ككل ما هي أهم القضايا الفلسفية أو التساؤلات التي تحاول تطرح فيها للوحات من خلال اللون ومن خلال أيضا الخط التجريدي يعني هي لوحات فيها يعني هي جامد يعني ولكن فيها بعض الأسلال لما الزائر يجي يوقف عندها لمدة يعني أنا نعتبرها تتحدث يعني نعتبرها رسالة واصلة لما تشوف أنت لوحات متعك ماذا تقول لك هذه اللوحات هي كل لوحات تحكي مرحلة أو فترة من فترة من فترة مريت عليها يعني أنا أنا وضعت توثق لحظة نفسية يعني وثقت مرحلة من مراحل حياتي أنا نحب كل مرحلة يعني كصورة كأنك أخذت صورة تذكارية نعم أما اللوحة هي كذلك صورة تذكارية توثق وتوضع في مدة في مدة زمانية ربما أنا أنساها ولكن لما لما أرى اللوحة وجيت نحللها يعني نرجع المرحلة هي بالذات يعني شخصيا يعني نفسيا شخصيا كيفش كنت في تلك المرحلة يعني من بعد يعني بعد مورو الوقت أكيد راح نرجع عليها ونحللها ونأخذ وقت وننطلع إلى الأمام هل ترجع عليها فقط من أجل النظر وأنك تحللها أو يمكن أنك ترجع للوحات الفنية لك باش تعود فيها أو تغير فيها بعد ما وقعتها لا أبدا وضعت في وقت لا يمكن أن نضيف وقت فوق وقت أنت شخصيا كيف ترد على من يرسم لوحة ثم يعود إليها ويعود يغير فيها ثم يعود يغير فيها يعني التوقيع مجرد فقط اسم عليها يعني أنا أنا لرسمتها لا يعترف بالزمن والله يعرف بالزف فنانين عندهم هذه المشكلة هي مشكلة في الذات هي مشكلة شخصية إذا أنت أمنت بنفسك يعني أي حاجة تحطها عني خلاص أنا سيبو أنا مؤمن بروحي حطي دي لوحة سيبو وراء نقتنع هذك اللي تسيبو يبقى في كل مرة يدير إيطاش فك إيطاش يرسم لوحة وما يقتنعش بها يعني عندهم مشكلة نفسية أكثر منها فنية يعني اللحظة يعود يغيرها في كل مرة يعني هذا مشكل نفسي معرض تاكل الأخير بصمة الدماغ فيها 54 لوحة نعم نقوم بعملية حسابية 54 لوحة في معرض واحد اللي كان قبله كان في عام 2015 والآن معرض الأخير كان في 2017 كان قبله أيضا معرض في 2017 معرض في 2017 معرض جماعي 54 لوحة لو ندير عملية حسابية نعرف أنه في لوحات كانت عرضت أيضا من قبل صحيح يعني أنت تقوم في معرض وتعاود تعرض لوحة تعك في كل مرة وكأن مثلا فنان يخرج ألبوم من الأغاني ويعاود في الألبوم الجديد يعاود يدير فيه أغنية واثنين من الألبوم القديم هذا يعني صحيح هذا في هذه المرحلة اللي نراني فيها نحب نجيب كامل أعمال توعي ربما في معرض أخرى حي تكون سيسيلة خاصة ولكن أنا نفضل نفضل عن الجمهور يشوف يعني كامل الماضي والحاضر نحب يحضر يحضر كامل تغيرات تعلوحات ما تسميه ما تسميه الماضي هي لوحات قديمة تحتفظ بها تحتفظ بها لأنها لم تباع أم لأنك تريد الاحتفاظ بها وغير قابلة للبيع هي يعني تباع لأنه لما الفنان أو الفنان ما يكونش يعني حاسود هناك أنا رسمت صاي يعني خرجت وش كاين في راسي وش كاين في جسدي عبرت عن نفسي يعني ما نخليش كاين بعض الأشخاص يحبوا يكسبوا ذيك اللوحة يعني ما نقدرش نقول له لا لما نبيحها لك نعم نخلي نخلي أنا مدبيها في لوحة تريد الاحتفاظ بها إلى الأبد ولا تبيعها أم حاليا لا حاليا لا بصمة الدماغ هو المعرض الأخير للفنان التشكيلي محمد لا رشيش وتتحدث فيه عن عن قدرة هذا الدماغ الذي خرقه الله ولكن في نفس الوقت أين القلب وأين العواطف عندما تتكلم أو أنت ترسم في تصريحات سابقة قلت في منحة الرسم أكون في اللاوعي في اللاوعي ترسم الدماغ أو ربما معرض عن الدماغ وعن العقل الإنساني البشري أين هو القلب والعواطف من خلال هذا الرسم مع أنه الفن أو الفن التشكيلي قريب إلى القلب أكثر صحيح هذا لا يعني العقل أو الدماغ هو المسؤول عن كل أعضاء في الجسم نعم هذا علميا هذا علميا نعم الروح والعواطف والأحسي شيء آخر غير قابل للغياس أنت ترسم بالدماغ أم ترسم بالقلب أنا يعني أعلم أنه الدماغ هو مسؤول عن كامل أعضاء الجسم هو كذلك مسؤول عن المشاعر يعني عن القلب ولابد أنه يعني يعني الفنان التشكيلي محمد دارشيش يعني هذا من طرف الدماغ الدماغ هو الذي يملك القلب أم العكس كفنان تشكيلي أيهما أكثر القلب والأحاسيس أم العقل والدماغ لا يمكن إلا إلغاء الأحاسيس نعم يعني ما نقدروش من هي التي تحضر أثناء ممارسة الرسم الدماغ أم القلب أنا أخلي كل شيء في الدماغ يعني أنا أعمالي موجودة في الدماغ والمرأة والفترة هذه يعني ندخل في اللاوعي يعني نعم لكن هناك مقاييس يعني أنا نجهز اللوحات تعي أو لوحات في ذهني لكن فترة صغيرة نخلي نخلي يعني نعود أن نقول لك أنا اللوحة مقسمة إلى مرحلتين نعم المرحلة اللولة هي الأصح أو هي المضمون مضمون أو الموضوع هذاك الموضوع هو عبارة عن خطوط هذه الخطوط ترسم في اللاوعي يعني بالعفوية وبالتلقائية لكن المرحلة الثانية هي المرحلة يعني تزيين اللوحة أو إعطاء جماليات اللوحة هنا هنا يدخل العامل العامل الإحساس أو المشاعر اختيار الألوان نعم وضعها في مكان أو في مكان آخر يعني هذا هذا الشيء يعني ما نلغوش الإحساس مش رح نكون مجرد من الإحساس فقط طعا نكون يعني لازم تكون مشاعري وتكون تكون موضوعي وفي الشعر الدماغ حاضر أكثر أم القلب القلب وبالقلب ومن القلب يتحدث محمد لرشيش في قصيدة في فقرة اللون بالصوت اللون بالصوت صوت الصمت في مكان يخلو من الأصوات الملوثة في مكان نقي بصوت الصمت صمت بعيد هدوء يسد الأفق تتذكر المكان فتأتيك الوحشة تأتيك الشوق والحنين لسيارته في النهار يذهب النظر إلى أفق لا ينتهي ليرتاح بصرك وترتاح بصيرتك موسيقى أستضيف الغرب موسيقى سؤال أخير بدون ريشة وبدون شعر ماذا تقول للناس؟ بالله أشكر أشكر كل المستمعين أشكر كل من يعرفني أشكر كل من حضر إلى المعرض إن شاء الله نلتقي في في معرض آخر في مكان أفضل من المكان اللي عرض فيه من قبل نلتقي في فرص أجمل وأفضل والسلام عليكم وعليكم السلام الفنان التشكيلي محمد لارشيش كان ضيف هذا العدد من برنامج سيرة اللون أما أنتم مستمعين الكرام فنلقاكم في جمعة أخرى في عدد آخر من برنامج سيرة اللون ومسيرته تستمر